يقع على عاتق المعلمين والمعلمات مسؤولية توصيل المعرفة والمعلومة للطلبة والطالبات بغض النظر عن أماكن تواجدهم في الدولة ونحن ولله الحمد لدينا مجموعة رائعة من المعلمين والمعلمات المطبقين لمبدأ كلنا مسؤول وبالتالي أود أن أعطي هؤلاء المعلمين مجموعة بسيطة من المقترحات والنصائح لتوصيل المعلومة لطلبتهم وطالباتهم الذين يعيشون في أماكن قد لا تتوفر رديهم تقنية عالية أو سرعة عالية في الإنترنت ملخص هذه المقترحات هو التأكد أولا من مستوى ووضع الأسرة في منزله وتواجد الأجهزة مثل عدد التطبيقات، الكمبيوترات، الآيباد، الموبايل وأي طريقة معينة تصل أو يستطيع الطالب أن يصل للمنصة ويتواصل مع معلمي ومعلماته بعد ذلك في حالة تأكد المعلم أو تأكدت هذه المدرسة أو المدرسة على علم بأن الوصول لتقنية صعب أو قد تكون التقنية الموجودة لديهم محدودة وعدد هذه الوسائل والأدوات محدود أن يقوموا بجهدهم الخاص لتوصيل المعلومة من خلال توفير ملفات إضافية بالإضافة إلى الكتب تحتوي على شرح مفصل لكل مادة ومحتوى الدروس الموجودة فيه أيضا تجهيز قوائم للأسر بحيث تعرف الأسرة هذا الأسبوع هذه هي خطتنا الأسبوعية وهذه هي القوائم أو المهارات التي سيتعلمها الطالب طبعا تكتب بطريقة لطيفة ومبسطة تسهل على الأسرة بغض النظر عن مستوى تعليمهم ومستوى ثقافتهم أيضا بإمكان المعلمين أن يقوموا بشرح هذه المهارات من خلال الصور وأوراق العمل المفصلة أكثر